قاعدة مهمة جداً جداً خلوني أبتدي بيها الكلام على مباراة النهاردة وهي أنه ليس الأفضل دايوماً هو من يفوز والكلام ده ينطبق على مشواره وفاق الصيف نفسه لأنه الحقيقة وفاق الصيف في مواجهته للترجي التونسي في الدور الثمانية قبل مواجهة النادي الأهلي في الدور قبل النهائي قبل الترجي التونسي الزهاباً وأياباً مباراة الزهاب كانت في الجزائر أولاً والمباراة دي انتهت بالتعادل صفر صفر وبعد كده لعبه مرة تانية في تونس واستطاع فريق وفاق الصيف أنه يخطف فوز بنتيجة وعد صفر ويتأهل لمواجهة النادي الأهلي في الدور نص النهائي لكن سيناريو المباراة بيقول عكس كده تماماً بل أنه كمان اللي تابع المتشاط دي يقدر يقول أنه الترجي التونسي في مباراة الزهاب الأولى في الجزائر كان يستطيع أنه ينهي المباراة دي بأربع وخمس أهداف يمكن أكتر من عشر فرص محققة خلقها الترجي التونسي على ملعب وفاق الصيف وفشل زريع في أنه يترجم واحدة منها بس لهدف مش بس كده كمان خلييني أقول لكم أنه حارس وفاق الصيف هو واحد من أبرز وأهم اللاعبين وسبب رئيسي في وصول النادي وفاق الصيف للدور قبل النهائي هو حارس مرماء سوفيان خديرية اللي حيات تقلق بشكل لافت للنظر في المبارتين التمانية في المبارتين اللي جمعوا وفاق الصيف بالترجي التونسي وأنقذ مرماء من عدد هائل من الفرص لعب وماس جدا وعتقد كان ليه فضل كبير جدا في وصول وفاق الصيف لدور قبل النهائي لكن في النهاية مباراة الكرة بتتلعب زي ما قلنا الحسابات والفوار والتوقعات والخبرات والبطولات كل ده شيء وعرض الملعب والتسعين ديه شيء تاني والأهم من كده كمان أنه مهم الأهلي يستفيد جدا جدا من سيناريو مواجهة رجاء البيضاول ليه بقول كده لأنه في المباراة الأولى كان بإمكاننا الحقيقة أنه نحن شوية تركيز بس أنه نحن نحقق فوز عريض جدا على الرجاء ونمنعهم التسجيل بحيث أنه مباراة العودة تكون سهلة ما تكونش بالسيناريو الصعب اللي ضغط على أعصابنا على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى الجمهور في مباراة العودة في المغرب أتمنى أن نحن نتفادى السيناريو ده وخصوصا أنه إن شاء الله بإذن الله قادرين على أن نحن بإذن الله النهاردة إن شاء الله لو في أحسن حالتنا أن نحن نحقق فوز كبير يطمننا قبل ما نروح للمواجهة الصعبة في الجزائر وهي بالتأكيد طبعا هتكون مواجهة صعبة جدا